اشتركوا في القناة وصحر نصر وزيرة للإثمار والتعاون الدولية وعلي مصلح للتموين والتجارة وخالد عاطف عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الدفاع الجيش المصري ملك الشعب شهد الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية بيانا عمليا للمهارات الأساسية والتكتكيات الصغرى وأشار صدقي لأن الجيش المصري هو جيش الشعب وأنه لا يوجد مثل الجند المصري في حرصه على أمن واستقرار وطني الطيب وطوادرس يفتتحان مبادرة تعزيز القيم والأخلاق في المجتمع افتتح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزر الشريفة وخداسة البابا طوادرس الثاني بابا الأسكندرية وبتريارك الكرازة المرقصية بما شخة الأزهر اليوم الثلاثاء الاجتماع التشاورية حول مبادرة تعزيز القيم والأخلاق في المجتمع المصري الرئيس اللبناني أمام الجامعة العربية الإرهاب يشن حربا لتدمير إرثنا الحضرية أكد الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون أن الإرهاب يشن حربا عالميا تتستر بالدين وتهدف لتدمير الإرث الحضرية بالمنطقة وقال عون في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في حضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط على أن مثاق الجامعة العربية لو تم احترامه لتجنبت الأمة الكثيرة من ويلات الحروب الإسكان الخميس انتهاء مهلة الفائزين بأراضي الإسكان بالمدن الجديدة صرح المهندس طارق السباعي المشرف على قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن بعد غد الخميس هو آخر أيام المهلة التي قررت الهيئة منحها للفائزين بقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا بالمدن الجديدة في القرعة العنانية اليدوية المرحلة التكمنية واقتصاديا هبوط الدولار بصورة ملحوظة خلال تعاملات اليوم وصل الدولار هبوطه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وطبقا لآخر تحديث ترجع الدولار في البنك الأهلي ليبلغ 16.57 جنيها للشراء وللبيع 16.62 جنيها بعد أن كان خلال التعاملات الصباحية للشراء 16.92 جنيها وللبيع 16.97 جنيها مشاهدين الكرام انتهت جولتنا الإخبارية لهذا اليوم نتفرق تيفي لكم مني أنا محمد زهران وفريق النشرة كل التحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر